اشتركوا في القناة لم تكون مشكلة لوفرة النقود معه وكان في تفكير الاب في هذا الوقت ان ابنه يجب ان يحصل على مستوى عال من التعليم حتى يصبح ناجحا مثله ففي يوم من الايام اخبرته زوجته انه يجب ان يحضر يوم الاباء في مدرسة ابنه فقال الاب ان مجغول جدا لا استطيع الحضور اذهبي انتي فبالمقارنة باعمال الاب المهم فان يوما كهذا ليس له اهمية فما كان من الزوجة الا ان هددت وواعدت لانها ليست المرة الاولى التي لا يحضر فيها الاب مناسبات ابنه في المدرسة احرج الاب من كلامها لانها دائما ترافق ابنه في مثل هذه الاحتفالات بينما اباء بقية الاطفال هم من يأتون معهم ونتيجة تهديد الام ذهب الاب الى الحفل على مضب في يوم الاباء هو حفلا يعرض فيه الاطفال مهارتهم امام ابائهم ولان الاب كان ذاهبا على مضب فاختار ان يجلس في الخلف بينما قاتل بقية الاباء خصوصا الشباب منهم ليشاهدوا عروض ابنائهم على المسرح عرض الابناء مهارتهم واحدا تلو الآخر منهم من غنى ومن رقص ومن قال الشعر ومن لعب لعبة البنت معهم ومنهم من عرض لوحاته وجميعهم قد صفق لهم تصفيقا حدا وحتى جاء دور عمر ونادته المدرسة ليعرض مهاراته فقال عمر استاذة هل من الممكن ان تنادي الاستاذ عارف الاستاذ عارف هو محفظ القرآن الخاص بالمدرسة فقالت المدرسة نعم ممكن وبالفعل نادت الاستاذ عارف ليصعد على المسرح فقال له عمر هل من الممكن ان تفتح القرآن على سورة النبأ الآية رقم 78 فاجاب الاستاذ نعم ممكن قال له عمر استمع لي يا استاذي وقل لي هل قراءة صحيحة ام لا بدأ عمر قراءة القرآن بدون النظر الى المصحف معتمدا على حفظه فقط وكذلك كان ملتزما بقواعد القراءة ومقلدا لصوت الشيخ السديس امام المسجد الحرام جميع الحضور ومن ضمنهم والد عمر صمتوا مستمعين ومذهولين لصوت عمر الشجية قال الاستاذ عارف مقاطعا عمر توقف لقد قرأت من الاية واحد الى الاية خمسة بطريقة خالية من الاخطاء الان اقرأ الاية رقم 9 فقرأ هذه الاية ثم عاد عليه الاستاذ كلمته توقف الان قم بقراءة الاية رقم 21 ثم الاية رقم 33 واخيرا قال له الاستاذ عارف الان توقف وقرأ الاية رقم 40 بدأ عمر في قراءة الاية الاربعين ثم صاح استاذه قائلا وعينه تدمع ما شاء الله انك حافظ لصورة النبع ولم يستطع جميع الحاضرين من المسلمين ان يمنعوا دموعهم ثم قال الاستاذ عارف لعمر لماذا اخترت ان تحفظ القرآن وتقرأه في هذا الحفل بينما اصدقائك قد عرضوا مهارات مختلفة فقال عندما كنت اتكاسل عن القراءة في حصتك كنت دائما توبخني وتقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال من قرأ القرآن وتعلم وعمل به البس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكس والديه حلتان لا يقوم بهم الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال باخذ ولدكم القرآن وقال عمر فيا استاذي انا اريد ان يلبس امي وابي هذه الحلة امام رب العالمين يوم القيامة كل الحاضرون لم يستطيعوا ان يمنعوا دموعهم بعد سماع هذا القول من طفل عمره عشر سنوات وبعد صمت طويل وفي جو هادئ مثل هذا سمع صوت رجل يأتي من الخلف متجها الى المسرح يقول الله اكبر في الحقيقة انه والد عمر الذي جاء على عجل ونزل الى الارض ليحتضن ابنه قال الاب سامحني يا ابني سامح اباك لان كل هذه الفترة لم يكن يعتني بك ولم يعلمك امور دينك او حتى قراءة الكرآن لقد كنت دائما افكر كيف تكون ناجحا في حياتك وانت كل هذا كنت تفكر كيف تساعد اباك ليكون ناجحا في الاخرة اني خجلان منك قالها وهو يبكي وفاضت عينيه بالدموع وبالطبع كان جميع الحضور مذهولين ايضا وقد فاضت اعينهم بالدموع ومن بينهم انها لدرجة ان اصوات بكاءنا كانت مسموعة ومن يدري ماذا بالحضور حتى يبكون هكذا من الممكن ان يكون بينهم من ترك ابنه بغير اهتمام مثل هذا الاب ومن الممكن ايضا ان بينهم من يشعر بالحزن لانه مهمل في تعليم ابنائه العلوم الشرعية وقراءة القرآن او ربما لانهم يشعرون بالذنب لانهم كسالة عن قراءة القرآن الكريم الموجود برفوف مكاتبهم والله اعلم بالصواب شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به وكذلك الاشتراك بالقناة